لم يعد إخفاء حقيقة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صنعاء هو ما يشغل الناس هنا بعد أن امتلأت المشافي بجثث الضحايا الذين تحاول ميليشي الحوثي إخفاء هوياتهم ونقلهم وسط صمت كامل إلى المقابر أسوشيت بريس الأمريكية وفي تقرير لها قالت إن ميليشي الحوثي في صنعاء تعمد إلى نقل جثامين الموتى تحت جنح الليل وسط صمت مطبق حيث لا يسمحون سوى بتواجد عدد قليل من أقارب الموتى عند الدفن لا تهرب الميليشي فقط من تمسي الحقائق وإخفاء المعلومات بخصوص انتشار الوباء في صنعاء لكنها تذهب أبعد من ذلك عبر توجيه انذارات وتهديدات لحراس المقابر وحفاري القبور إنهم تحدثوا عن واقع وحقيقة ما يجري على الصعيد الرسمي تقول الميليشي إنهم اكتشفوا أربع حالات فقط بفيروس كورونا في مناطق سيطرتهم لكنهم يرفضون نشر أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات التصريحات الحوثية سرعان ما تم نفيها من قبل ريتشارد برينان مدير الطوارئ الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية الذي أكد بأنه يعتقد أن وفايات كورونا وحالات الإصابة بالآلاف وفق تقارير وصلت إليه من مقدمي الخدمات الصحية بالبلاد ويرى مراقبون أنه منذ انتشار وباء كورونا في صنعاء تعمد الميليشي إلى إخفاء الحقائق بشأن ذلك حتى لا يؤثر ذلك على معنويات جنودهم في الجبهات غير مكترثة بما يمكن أن يسببه ذلك من كوارث أكبر بحق المواطنين القابعين في مناطق سيطرتها